بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد الرسول رب العالمين خير مبعوث إلى خير أمة بخير دين وبعد أبناء وبناتي طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري بكسمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس الفقه الشافعي نكمل إن شاء الله تعالى فيه بقية أحكام النذر ثم نتحدث بعده عن أحكام الأقضية والشهادات نذر التبرر المهلق على شيء أو غير المهلق ونذر التبرر المهلق على شيء ويسمى نذر المجازاه كقوله إن شف الله مريضي فلله علي أن أصوم أو أن أتصدق فيلزمه عند حصول المعلق عليه عند الإطلاق ما يقع عليه لسم منه وهو في الصلاة ركعتان وفي الصوم يوم وفي الصدقة ما يتمول شرعا وإنما حمل المطلق على أقل واجب من جنسه لأن ذلك قد يلزمه في الشركة نذر التبرر نذر التبرر إما أن يكون معلق على شيء وإما أن يكون غير معلق على شيء معلق على شيء مثل أن يقول إن شف الله مريضي فلله علي أن أتصدق يبا إذن الصدقة هنا متوقفة على شفاء المريض طيب إذا حدث المعلق عليه يعني شفاء المريض فيلزمه أن يتصدق طيب الصدقة دي ينكام طبعا هو هنا أطلق الصدقة لم يحددها مثلا بمئة جنيه بألف جنيه لا هو أطلق وأيضا لو قال إن شف الله مريضي فلله علي أن أصوم لم يحدد الصوم بل أطلق الصوم في هذه الحال يعني يصوم ما يمكن أن يطلق عليه أقل الصوم أحنا عندنا أقل الصوم كم يوما وحدا فيجب عليه أن يصوم يوما وحدا طيب لو كان النزل للصلاة أقل الصلاة كم أقل الصلاة ركعتان فيجب عليه أن يأتي بركعتين في الصدقة يعني أقل شيء فيها ما يتمول يعني أقل شيء يمكن أن يكون مالا إحنا النهاردة أقل شيء عندنا ربع جنيه ما عدش فيه بقى إيه البريزة ولا الريال ولا هكذا لا يبقى عندنا النهاردة أقل شيء متمول اللي هو إيه ربع جنيه فالصدقة هنا تطلق على أقل ما يتمول يعني ما يكون له قيمة مالية هذا بالنسبة إذا كان نذر التبرر معلقا على شيء طيب النوع الثاني وهو غير المعلق على شيء وإن لم يعلق النذر بشيء وهو النوع الثاني من نوع التبرر كقوله لله علي صوم أو حج لازمه ما التزمه لعموم الأدلة المتقدمة وإن علق النذر بمشيئة الله تعالى أو مشيئة زيد لم يصح وإن شاء زيد وذلك لعدم الجزم اللائق بالقرب إلا أن يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك أو بمشيئة زيد حدوث نعمة مقصودة فيصح النوع الثاني من نوع نذر التبرر أن لا يعلقه على شيء مثل أن يقول لله علي أن أتصدق لم يقل لله علي إن شاف الله مريضي أو إن نجح ابني في الامتحان لا هو لم يعلقه على شيء فقال لله علي أن أتصدق أو أن أصوم في هذه الحال يلزمه ما التزمه يعني يلزمه أن هو يصوم أقل الصوم اللي هو يوم أو أقل الصدقة اللي هي يعني ما يتمول طيب لو قال مثلا لله علي أن أتصدق بكذا إن شاء الله أو إن شاء زيد فطبعا هذا لا يصح أن يكون نذرا ولا ينعقد ليه؟ لأن أصلا النذر أو القرب قائمة على يعني الجزم أو الإلزام وهو هنا علقه على المشيئة فلا ينعقد إلا إذا أراد بقوله إن شاء الله التبرك أو بقوله إن شاء زيد أن يكون بخير يقصده زيد بخير يقصده إيه زيد في هذه الحال ينعقد النذر أما غير ذلك فلا ينعقد النذر لأن الجزم الذي يكون في القرب غير موجود يعني القرب دائما لا تعلق على شيء بل الإنسان يجزم بها فورا فهذا الجزم المنوض بالقرب غير موجود في هذا الكلام إلا إذا نوى التبرك أو نوى خيرا قصده إيه زيد بهذا أبناء وبناتي نكون قد انتهينا من أحكام النذري ونأتي إلى أحكام الأقضية والشهادات نأتي إلى العنصر الأول وهو تعريف الأقضية الأقضية جمع قضاء وهو لغة إمضاء الشيء وإحكامه وشرعا فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى أما الشهادات فهي جمع شهادة وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص أما الأصل فيه أو الدليل على القضاء آيات كثيرة منها قوله تعالى وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وأخبار كخبر الصحيحين إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وفي رواية فله عشرة أجور وهذا في حاكم أهل للحكم أما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له أن يحكم وإن حكما فلا أجر له بل هو آثم ولا ينفذ حكمه سواء أوافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو عاص في جميع أحكامه قال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به واللذان في النار رجل عرف الحق فجار في الحق ورجل قضى للناس على جهل إذن الدليل على القضاء قوله تعالى وانحكم بينهم بما أنزل الله وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته وفي رواية فله عشرة أجور يبقى إذن القاضي المأجور هنا حتى ولو أخطأ هذا الذي تولى القضاء عن علم يعني هو عنده علم القضاء وعلم الفقه لكن طبعا الإنسان قد يخطئ فهذا إذا أخطأ له أجر وإن أصابه فله أجران أما الذي تولى القضاء بلا علم أو تولى القضاء بالمحسوبية وبالشفاعة وبالرشوة وبالجهل فهذا لا يؤجر على حكمه حتى وإن أصاب فيه ولا ينفذ حكمه بل هو آثم لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي يعني الإصابة التي أصابها ليست صادرة عن أصل شرعي هو يعلمه يعني عن دليل من القرآن أو السن بل هي صادرة منه اتفاقية يعني صادرة يعني إيه يعني جاءت هكذا بلا إيه بلا علم وبلا قاعدة يعني زي إحنا بنقول بالصدفة يعني ليست صادرة عن أصل إيه شرعي فهو يأثم على حكمه ولا ينفذ حكمه هذا ولا ينفذ حكمه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة فأما الذي في الجنة فقاض عرف الحق وقضى بالحق وأما اللذان في النار فقاض عرف الحق فجار فيه وقاض قضى للناس على جهل يعني واحد كان عارف الحق إلا أنه ترك الحق وجار يعني ظلم ظلم الناس المحكومين المحكوم عليهم والثاني قاض قضى للناس على جهل يعني هو جاهل لا يعرف الحق فقضى للناس على إيه على جهل فهو في النار أيضا حكم تولي القضاء تولي القضاء فرض كفاية في حق الصالحين له في ناحية يعني لو كان فيه ناحية فيها أكتر من واحد صالح لتولي القضاء يبّى تولي القضاء في حقهم فرض كفاية إذا قام به بعضهم سقط الحرج أو اللثم عن البقين أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين يعني لو أن الإمام اختار واحدا منهم فولاه القضاء يصير حينئذ تولية القضاء في حقه فرض عين أما إذا لم يصلح في الناحية إلا واحد ففرض عين أيضا إزاي يعني كان فيه ناحية ليس فيها أحد يصلح للقضاء إلا شخص واحد فقط فتولية القضاء في حقه تكون فرض عين يعني يتعين عليه أن يتولى القضاء وذلك للفصل بين الناس وحتى لا تضيع الحقوق بين الإيه الناس وهكذا ثالثا شروط القاضي القاضي يشترط فيه يعني إيه شروط هذه الشروط إذا لم تتوافر فيه فلا يصح أن يتولى القضاء أولا الإسلام فلا يصح أن يكون غير المسلم قاضياء ثانيا البلوغ فلا يصح أن يكون الصبي بلغا ثالثا العقل فلا تصح ولاية غير المكلف كالمجنون مثلا لنقصه في نفسه رابعا الذكورية فلا تصح ولاية المرأة لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة كما أن المرأة يعتريها كل شهر ما يغير مزاجها وقوة عقلها وعليه فربما في هذه الأمور يعني تقضي دون وعي منها وطبعا نعلم أن في بعض الدول الأوروبية سن التشريعات أن المرأة في أثناء الدورة الشهرية لو ارتكبت جريمة فإنها لا تأخذ العقوبة كاملة لأنها في أثنائها المزاج والفكر لا يكون كاملا وعليه فلا يجوز لها أن تلي القضاء خامسا العدالة فلا تصح ولا يتفاسق ولو بما له فيه شبهة لأن إذا كان هو فاسق فكيف يتولى القضاء دون شك سيظلم لأنه فاسق أصلا ثاقد الشيء لا يعطيه سادسا معرفة أحكام الكتاب العزيز يعني يجب على القاضي أن يكون عارفا لأحكام القرآن الكريم وأيضا أن يكون عارفا لأحكام السنة المطهرة على طريق الإجتهاد ولا يشترط حفظ آيات الأحكام كلها ولا الأحاديث المتعلقة بالأحكام كلها عن ظهر قلب ولكن يكفي أن يعرف العام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وغيرها ثامنا معرفة الإجماع والاختلاف لألا يقع في حكم أجمع على خلافه فيكفي أن يعرف في المسألة التي يقضي فيها أن حكمه لا يخالف الإجماع تاسعا معرفة طرق الاجتهاد الموصلة إلى مدارك الأحكام الشرعية عاشرا معرفة طرف من لسان العربي لغة وإعراب وتصريف وما لابد منه في فهم الكتاب والسنة حادي عشر معرفة تفسير كتاب الله تعالى ليعرف به الأحكام المأخوذة منه الثاني عشر يشترط أن يكون القاضي سميعا ولو بصياح في أذنه فلا يولى أصم لأنه لا يفرق بين إقرار وإنكار ثالث عشر أن يكون القاضي بصيرا فلا يولى أعمى لأنه لا يعرف الطالب من المطلوب فإن كان يعرف الصور إذا قربت منه صح أن يتولى القضاء وخرج بالأعمى الأعور فإنه يصح توليته وكذا من يبصر نهارا فقط دون من يبصر ليلا فقط فإن قيل قد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أم مكتوم على المدينة وهو أعمى فيجاب على ذلك إنما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة الصلاة دون الحكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة ليس في فصل الخصومة بين الناس وليس للحكم بين الناس ولكن استخلفه في إمامة الصلاة فقط يعني يعني هو يكون أماما للناس في صلاتهم فقط وليس للقضاء بينهم وعليه فلا يجوز للأعمى أن يتولى القضاء رابع عشر أن يكون كاتبا لاحتياجه أن يكتب إلى غيره ولأن فيه أمنا من تحريف القارئ عليه والأصح عدم اشتراط كونه كاتبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا خامس عشر أن يكون يقضا بحيث لا يؤتى من غفلة ولا يخدع من غرة أن يكون يقضا بمعنى أن يكون متيقضا أن يكون زكيا أن يكون فطنا بحيث لا يؤتى من غفلة يعني الناس يغفلوه ويخدعوه في الأحكام فيحكم بغير الحق لأنه يعني قليل الفهم قليل الزكاء ليس فطنا فطبعا يؤخذ من غفلة وطبعا يخدع فهذا لا يجوز أن يكون قاضيا بل يشترط أن يكون ذكيا وأن يكون متيقضا رابعا حكم تولية من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح للقضاء إذا عرف الإمام أهلية أحد والله يعني إذا عرف الإمام إن فيه واحد عندك مال الأهلية للقضاء فعليه أن يوليه القضاء وإلا يعني إذا لم يعرف ذلك يبحث عن حاله يعني يتفحص حاله هل هو يصلح للقضاء أو لا كما اختار صلى الله عليه وسلم معاذا وَلَوْ وَلَّا مَنْ لَا يَصْلُحْ لِلْقَضَاءُ مع وجود الصالح له والعلم بالحال أثم المولي والمولى ولا ينفذ قضاءه وإن أصاب فيه يعني لو أن الإمام وَلَّا مَنْ لَا يَصْلُحْ للقضاء مع وجود الصالح يعني كان هناك غيره صالح للقضاء فترك الصالح للقضاء وَلَّا مَنْ لَا يَصْلُحْ للقضاء وهو يعرف أن فلالا يصلح للقضاء وعالم به ولا يجهل أنه يصلح فَلَّا غير الصالح أثم المولي والمولى يعني أثم الإمام الذي ولاه وأثم أيضا القاضي الذي ولاه الإمام ولا ينفذ حكمه يعني إذا حكم في شيء لا ينفذ إيه حكمه وهكذا فإن تعذر في شخص جميع الشروط السابقة يعني الشروط السابقة هذه بحثنا عن شخص تتوافر فيه هذه الشروط لم نجد شخصا توافرت فيه كل هذه الشروط فالسلطان وَلَّا مَنْ لَهُ شَوْكَة وَلَكِنَّهُ كَانَ فَاسِقًا مُسْلِمًا أو مُقَلِّدًا نفذ قضاءه للضرورة يبقى إحنا هنا هنوليه القضاء ليه للضرورة لأن ما فيش حد الشروط كلها متوفرة فيه فنحن نولي هذا للضرورة لألا تتعطل مصالح الناس وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي يعني لو كان فيه إمام باغي يعني ظالم وكان هناك إنسان توافرت فيه شروط القضاء وكان عادلا هل يجوز له أن يتولى القضاء من الأمير الظالم أو الباغي نعم يجوز الدليل على ذلك أن السيدة عائشة رضي الله عنها سئلت عمن استقضاه يزيد ابن معاوية فقالت إن لم يقضي لهم خيارهم قضى لهم شرارهم خامساً زوال أهلية القاضي وعزله ولو زالت أهلية القاضي بنحو جنون إن عزل ولو عادت الأهلية لم تعد ولايته وله عزل نفسه كالوكيل وللإمام عزله بخلل وبأفضل منه يعني لو زالت أهلية القاضي بجنون مثلاً ثم طبعاً إذا زالت هذه الأهلية بينعزل القاضي عن القضاء طيب نفرد إن هذه الأهلية عادت للقاضي مرة ثانية يعني عاد إليه العقل مرة ثانية هل يعود إليه القضاء أو لا طبعاً لا يعود إليه القضاء مرة ثانية ولا ينعزل القاضي بنعزال الإمام بل عزل الإمام هذا لا يضر في القاضي لا ينعزل بإيه بنعزاله ولو عادت إليه أهليته لم تعد ولايته وله عزل نفسه كالوكيل وللإمام عزله بخلل وبأفضل منه وبمصلحة كتسكين فتنة فإن لم يكن شيء من ذلك حرم ونفذ عزله إن وجد هناك من يصلح وإلا فلا ينفذ ولا ينعزل قبل بلوغه عزله وينعزل بنعزاله نائبه يعني ينعزل بنعزال القاضي نائب القاضي ولو ادعى على متول جوراً في حكمه لم يسمع ذلك إلا ببينة وتثبت تولية القاضي بشاهدين يخرجان معه إلى محل ولايته يخبران بذلك أو باستفادة ويسن أن يبحث القاضي عن حال علماء المحل وعدوله قبل دخوله وأن يدخل يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم السبت إلى هذا المكان لو إنسان ادعى على رجل تولى القضاء جوراً فإن هذا لا يثبت عليه إلا ببينة يعني لازم شهود يعني يشهدون بأن هذا القاضي حكم عليه جوراً إذن لا تثبت إلا ببينة والقاضي طبعاً إذا ذهب إلى مكان فذهابه إلى هذا المكان ينبغي أن يذهب معه شهود إلى هذا المكان أو أن توليته تثبت بالاستفاضة يعني الأمر يستفيد بأن فلاناً يستفيد يعني ينتشر ويكثر بأن فلاناً قد تولى القضاء في ناحية كذا ثم هذا القاضي يسأل عن حال العلماء في هذه الناحية ويعرف علماءها فربما استعان برأي هؤلاء العلماء ربما استعان برأي هؤلاء العلماء أيضاً يبحث عن أهل الحل والعقد فيها فربما استعان أيضاً برأي هؤلاء وينبغي للقاضي أن يدخل إلى الناحية التي تولى القضاء فيها في يوم الاثني أو في يوم الخميس أو في يوم السبت طبعاً هذا ليس على سبيل الوجوب ولكن يستحب أو هذا هو الأولى سادساً مكان جلوس القاضي يستحب أن يجلس للقضاء في وسط البلد يعني يستحب للقاضي أن يجلس للقضاء في وسط البلد هذا إذا كانت البلدة يعني خطتها متسعة يعني كبيرة وذلك ليتساوى أهله في القرب منه بل كل متساوي اللي من ناحية اليمين أو من ناحية الجنوب أو الشرق أو الغرب وهكذا كلهم في القرب على درجة واحدة من القاضي وإلا فللقاضي أن ينزل حيث تيسر له يعني ينزل في المكان الذي يتيسر له النزول فيه وإن لم يكن هناك موضع معتاد للنزول فيه ينظر أولا يعني فهو يعني زكاة البلدة صغيرة ينزل في أي مكان شاء إذا كان هناك مكان معتاد أن ينزل القضاء فيه فينزل في هذا المكان أبدأي وبناتي نأتي إلى سؤال هذه الحلقة السؤال يقول ما الحكم لو ول الإمام رجلا القضاء لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح والعلم بالحال مرة ثانية ما الحكم لو ول الإمام رجلا القضاء لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح والعلم بالحال بهذا أبناء وبناتي نكون قد انتهينا من هذه الحلقة نشكركم ونستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته